السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الزوار الكرام في هذه الحلقة سوف نشرح كيف نقوم باستعادة إيميل الياهو طريقة سهلة جدا سبق ونشرحت هذه المسألة في إحدى الحلقات لكن لازلت أواجه مجموعة من الأسئلة من الإخوان وكذلك هناك من يجد صعوبة في عملية استعادة الحساب اليوم سوف نشرح طريقة وكذلك سوف نشرح بعض الأمور المتعلقة بالموضوع قبل أن نقوم بإشرح التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا في الزر الجلس حتى تتوصلون بكل جديد القناة جيد أول شيء إخواني الكرام سوف نتوجه إلى موقع الخاص بياهو على هذا الشكل هنا سوف تقوم بإضافة الإيميل الخاص بك أو اليوزر نايم الخاص بك أو رقم الهاتف الخاص بك هناك ثلاثة طرق لاستعادة الحساب إما عن طريق اليوزر الخاص بك أو عن طريق الإيميل الخاص بك أنا سوف أستخدم الإيميل الخاص بي على الياهو على هذا الشكل ثم نقل هنا على Next بعد النقل على Next أنا لا أتذكر كلمة السير كما تلاحظون أنا لا أتذكر كلمة السير الآن كيف سوف نقوم باستعادة الحساب الخاص بنا نقل هنا على Forget Password جيد بعد أن تقوم بلقد نسيت كلمة سير أو Forget Password هنا سوف يعطيك هنا ثلاثة طرق لاستعادة الحساب هنا Recovery Your Account كما تلاحظون Select Verification كما تلاحظون لدي خاصية التحقق بخطواتين كذلك هنا لدي بريد احتياطي كذلك لدي بريد احتياطي آخر وهذه الطريقة شرحتها لكم في إحدى الحلقات دائما يجب عليك وضع بريد احتياطي تجنبا لأي مشكلة من المشاكل لاستعادة الحساب فعلى سبيل المثل أنا قمت بوضع هذه الخطوات حتى أتفادى مشكلة عدم قدرة عن استعادة الحساب الخاص بي لهذا فأنصحكم بهذه الخطوة مثلا إذا كنت تريد أن أقوم باستعادتي عن طريق رقم الهاتف يمكن أن أقوم باختراض الاختيار بالنسبة للبريد الاحتياطي يمكن أن أقوم باستعادة بوصلة هذا الامايل أو هذا الامايل لديه ثلاثة طرق مختلفة سوف نقوم باختيار الأولى أولا على سبيل المثال هنا يطلب مني أن أقوم بإدخال الرقمين المواليين لرقم الهاتف الخاص بي سوف أقوم بإضافتهم على هذا الشكل بعد ذلك سوف أقوم بالنقل هنا على سوبمايت بعد ذلك سوف يتم إرسال الكود إلى الهاتف الخاص بي سوف أنتظر لبضع التوانير تم يتم إرسال الكود فبالمناسبة أنا لا أجد مشكلة في عملية تلقي الأكود هذا هو الكود قد تم توصل به الكود هو مكتوب ليس كالأكود الأخرى فهو بل عبارة عن رسالة أو سوف نقوم بكتابتها على هذا الشكل أي عبارة عن حروف لاتينية كما تلاحظون إخواني الكرام YB ثم XD على هذا الشكل إخواني الكرام ثم ننتظر تم يتم التحقق من الكود كما تلاحظون إخواني الكرام الآن قمنا باستعادة الحساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القابل هنا نقوم بكتابة كلمة المرور قوية كيف تقوم بكتابة كلمة السرق قوية دائما أنصح عدم كتابة تاريخ الميلاد رقم البطاقة الوطنية الخاص بك رقم هاتف خاص بك اسمك نسبك هذه الأمور قم بتجاوزها دائما قم بكتابة كلمة السرق قوية لا يستطيع أحد أن أقوم بالوصول إليها سوف أقوم بكتابة أنا على سبيل المثال نفس الشيء هنا سوف أقوم بإعادتها ثم تنقل على كونتينيو جيد بهذه الطريقة إخواني كلمة نكون قد قمنا باستعادة الإيميل الخاص بناتو ونقوله إذا قمت بحماية حسابك بواسطة رقم هاتف كذلك قمت بحمايته بواسطة برد احتياطي فلن يستطيع أي شخص أن يقوم باختراق حسابك خاصة إذا كنت قد قمت بتفعيل خاصية التحقق بخطواتين والتي شرحتها لكم من قبل إخواني الكرام أتمنى أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نلت إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصل لكم من كل جديد شكرا لكم بعد المتابعة إلى حلقات قادمة بحول الله اشتركوا في القناة